خشية أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله علق طيران الملكية الأردنية رحلات إلى بيروت اليوم وغدا فيما علقت عدة شركات أجنبية رحلاتها إلى بيروت أهم الخطوط الجوية الفرنسية الفرانس وذلك بسبب ترقب الرد الإسرائيلي على حزب الله كما علقت لوفت هانزا الألمانية وشركة يوروينغز والخطوط السويسرية رحلاتها من بيروت وإليها حتى السادس من أغسطس وأظهرت بيانات فلايت رادار 24 أيضا أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين إلى بيروت كما ألغت أيضا شركة طيران سان أكسبرس تركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة أي جيت التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران إيجا اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية هذا وأخرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت معنا من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إلي الياس أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إلي وسط كل ما يقال ويصدر من تصريحات من الجانب الإسرائيلي حول التصعيد وحول حتمية الضربة هل أنت مع سيناريو أن الضربة ستكون فقط ضربة مباشرة تهز ربما حزب الله ولا تتعدى ذلك أم أن الموضوع فعلا من الممكن أن يذهب لتكون المرحلة القادمة حربا شاملة مع أي الخيارات والفرضيات أنت ربما مقتنع أكثر نعم أنا كان لبناني أفضل على أخطار بين هذين الخيارين لأن أي حرب إن كانت توسع في المعارك التي منذ 20-2023 ما زالت تفاجأ اللبنانيين وكانهم ينتظرون انفراجة ما إن كانت إيجابية أو سلبية فطبعا أي لبناني إذا كنت فعلا تهتمين في السيادة اللبنانية وفي المصلحة اللبنانية العليا لا تفضلين أي تصعيد في الحرب ولكن للأسف كما طرحتي السؤال اللبنانية الآن أمام خيار إما تصعيد بشكل كبير لهذه الحرب أو تصعيد بشكل نوعي في هذه العمليات طبعا يبدو أن القرار قد اتخذ إن كان من الحكومة الإسرائيلية أو حتى من حزب الله في تسعيد هذه العملية وتوقيت مهم جدا إذا نظرنا كيف كانت الأمور في الأسبوعين الأخيرين كان هناك دائما احترام كواعد المواجهة كما يقال ولكن المجزرة التي حصلت في منطقة الجولان طبعا أدت إلى هذا التسعيد الموضوع الآن الذي أريد أن أتحدث به هنا هو فعلا مصلحة اللبنانيين ومصلحة لبنان نحن كلبنانيين لم نعود نرى أي جدوى في هذه الحرب المشاغلة أو المساندة كما يريدون أن يسمونها جلب لبنان إلى أنتم كلبنانيين تتحدث عن الشعب اللبناني أم عن الحكومة اللبنانية عن أصحاب القرار القرار اليوم موقف الحكومة ما هو موقف الحكومة أنت تقول كلبنانيين لا نريد الموقف الرسمي نعم نحن كلبنانيين بالنسبة لنا الحكومة والموقف الرسمي يتماهى بشكل تام مع موقف حزب الله هذه الحكومة هي حكومة تتشكل أو تشكلت من أكثريات مجلس نيابي أعطى هذه الثقة لحكومة في الحد الأدنى تراعي وجود سلاح غير شرعي تراعي وجود سلاح متفلت لا تلجأ إلى تطبيق القرارات الدولية وبالتالي هناك انفصال كبير بين هذه الحكومة وبين ما يتمنىها الشعب اللبناني وبالتالي يمكنني بكل بساطة أن أقول أن الشعب اللبناني لم يعد يشعر أن هناك أحد مسؤول عن مصيره وعن مستقبله وبالتالي حين تشدين مثلاً أن في نهار السبت معظم اللبنانيين ينتظرون نتيجة من سيكون ملكة جمال لبنان في حين هناك مجزرة تحصل في جولان ومجموعة من اللبنانيين تعتبر نفسها أنها مسؤولة عن تحرير هذه الأمة اللبنانية والأمة العربية فسوف تتأكدين أن هناك انفصال كبير وبالتالي الحكومة وموقفها الأخير إن كان من وزير الخارجية أو من رئيس الوزراء هو ليس إلا استيعاب بالحد الأدنى أي ردة فعل متهورة من الجانب الإسرائيلي بدل من أن تكون موقف هذه الحكومة هو رفض السمرار مشاغلة جنوب اللبناني في خدمة حماس أو ما يحصل في غزة وبدل مطالبة المجتمع الدولي في تطبيق القرارات الدولية من 1550 إلى 1701 نجدها فقط تحاول أن تبعد فقط بالشعرات وبعض البيانات ممكن مرارة كأس أي مواجهة بين جيش الإسرائيلي وحزب الله كيف ترى موضوع انعكاس ما حدث في الجولان في مجد الشمس على الجانب الاقتصادي وعلى السياحة في لبنان إلغاء رحلات وتخوف وقلق وتوصيات من بعض الدول لرعاياها بعدم الذهاب إلى لبنان أو مغادرة لبنان صحيح للأسف سمعة لبنان أصبحت سيئة على الأقل على المستوى الاقتصادي على المستوى السياحة بسبب تفلط الأمور الأمنية ونحن نعلم أن أي خرق على مستوى سيادة أي دولة وبخاصة لبنان يؤدي إلى تراجع كبير على مستوى الاقتصادي لأنه بكل بساطة لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي إذا لم يكن هناك دولة قوية وليس هناك دولة قوية إذا لم يكن هناك سيادة كاملة على كل الأراضي اللبنانية فإذا ما يحصل في الجنوب هو تهديد وتدمير مباشر الاقتصاد اللبناني ممكن بعض التقارير التي صدرت منذ شهر إلى الآن تتحدث عن انفراج ما على مستوى السياحة ولكن يجب أن نقول والأرقام تدل على ذلك أن معظم السواح أو الذين قدموا إلى لبنان في الفترة الأخيرة هم لبنانيون للأسف اضطروا أن يهاجروا لبنان في الأربع سنوات الأخيرة وهم فقط يحاولون أن يبقوا إلى جانب عائلاتهم أن يأتوا إلى لبنان ولكن ليس هناك أي أرقام تبشر في الخير لسواح غير لبنانيين كما كانت العادة قبل 2019 شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إليلياس شكرا شكرا